لماذا بتقديرك تعلن اللجنة المالية أن يبيه عفواً البدء بمناقشة قانون جديد مشابه لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ هل فعلاً العراق بحاجة لقانون ثاني مع يواكب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ بموضوع بصراحة خافي عن الأخوة كافة السياسيين إذا تم الإصرار على انتخابات جديدة فعلى من طلب إعادة الانتخابات يتحمل الكلف المالية وتعطيل الموازنة طبعاً نحن من دنشة تعطيل الموازنة أضررت الكثير بالشعب العراقي بأكمله من أقصى الجنوب لأقصى الشمال ومن أقصى الغرب لأقصى الشرق حقيقة لو تعرف المواطنين كم تضرر من هذه العملية من عملية تعطيل الموازنة إقرار الموازنة وتشكيل الحكومة طبعاً راح يمضع لها سنة واحتمال للسنة القادمة أيضاً لا توجد موازنة وهذه مشكلة كبيرة جداً حقيقة أما المبالغ اللي صرفت من خلال العامل اللي مضى احنا عدنا العامل اللي مضى للعفو اللي نحن بيه لم تقر الموازنة بقرت على أساس 12 على 1 كـ 21 يعني 21 كانت 132 تريليون دينار عراقي لكن صرف منها 116 وبقي المبلغ الآخر هسه دارينا نحتسب إحنا فقط فيما يخص شنو اللي استفدنا من هذا المشروع اللي هو قانون الأمن الغذائي حقق فقط البطاقة التموينية أنا راح أعدد لكم هنا عندي بالأرقام البطاقة التموينية اللي بالضبط جد استفاد منها الشعب العراقي المبلغ المخصص الثابت حسب موازنة 21 مفردات البطاقة التموينية الذي يحتوي على 6 مفردات لمدة 6 شهور بواقع 6 دولارات في 40 مليون نسمة في 6 شهور بالضبط يطلع مليار 440 ألف دولار الكمية المضافة ثلاثة مفردات فقط أي نصف الكمية لو تم احتسابها بقيمة نصف المبلغ يعني مليار 440 تقسيم اثنين يساوي 720 راح نضيفها على المليار واربعمية يطلع عندنا مليارين ومية وستين مليون دولار يعني إذا ضربناها في اثنين طلع عندنا 4 مليارات طبعا إذا نقول نضربها في اثنين ونقص منها المبلغ الأول في اثنين ضربناها طلع عندنا بالضبط 4 مليارات و320 شلنا منها المليار واربعمية الأول المخصص أصلا طلع عندنا مليارين وثمانمائة وثمانين المبلغ الذي تم اضافته للمفردات البطاقة التموينية إذن إذا تم احتسابه على سعر الصرف الحادي يعني مليارين وثمانمائة وثمانين ضربناها 145 يطلع عندنا بالضبط 4 مليارات 4 تريليون و117 مليار و600 مليون دينار عراقي يعني فقط من هذا المبلغ الكبير الذي إذا نحشى على 25 تريليون فقط وضيف إلى البطاقة التموينية 4 مليار 4 تريليون و117 مليار و600 تم تزديد أيضا ديون الكهرباء اللي هي بحدود 3 تريليون بعدين عندنا ديون المزارعين جور المتعاقدين اللي كانوا يحشون عنها العام 2022 إذن المبلغ هو المخصص لهذا العام 2022 كان 16 مليار وثمانمائة والمتبقي سبعة ومئتين على السنة القادمة اشتركوا في القناة